تفصل قطر أيام قليل عن انتهاء مهلة إعلان موقفها من قائمة المطالب التي رفعتها الدول المقاطعة القرار أصبح الآن بيد الدوحة لتختار ما إذا كانت ستواصل سيرها في طريق الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة أو ستختار طريقا سبقها إليه كل من يسعى لتحقيق السلم والأمن الدوليين دقت ساعة الحقيقة ساعة بات معلوما خيطها الأبيض من الأسود فقطر تفصلها ساعات انتقال لتختار خط محاربة الإرهاب أسوة بمن أراد لها ذلك من الجيران والأصدقاء أو خط دعم الإرهاب وتمويل زعزعة الاستقرار في المنطقة الذي مضت فيه قطر سنوات طوال وأمام كل تلك المعطيات والمتغيرات ما عسى قطر أن تختار فقد تبين الرشد من الغي قائمة المطالب التي رست على موانئ قطر المفتوحة تحمل في طياتها إصرارا موحدا على محاربة الإرهاب واعترافا قطريا ضمنيا باقترافها ما تريد القائمة منها إيقافة فالرد القطري على القائمة منذ أن سربتها الدوحة أو كشفت عنها إحدى الدول المقاطعة حسب قولهم ولا مجال هنا للخوض في هذا الجدال لأن فيه دليلا آخر على مراهقة سياسية قطرية وسعي لضرب الوساطة وإجهاض ما تبقى من الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان رد قطر على تلك القائمة كان يصدح بمبدأ كاد المريب أن يقول خذوني فمن منا لا يريد محاربة الإرهاب حق المحاربة ومن منا لا يريد قطع العلاقات بالتهديد الصريح ومن منا لا يريد سد باب الفتنة وأسباب الشقاق وطرد مصادر الشر على المنطقة فلب الانتظار إذن تمثل القائمة بارقة أمل لاستعادة الثقة بين قطر ومن قاطعها ستتحول إلى ضرورة لا بديل عنها ولا تفاوض فيها إذا اختارت الدوحة عدم تنفيذ بنود القائمة بيد قطر لا غيرها عودتها إلى جدة الصواب وبيد قطر لا غيرها لانسلاخ عن ماضيها الأسود والانضمام مجددا إلى الأشقاء وبيد قطر أيضا أن تختار طريقا جديدا سبقها إليه من يريد الأمن والاستقرار في المنطقة فلا مجال بعد اليوم للتسويف والمجاملة ثمانون ساعة أو تزيد هي ما يفصل قطر عن ماضيها ويرسم لها مستقبلها لعل الأوضاع في المنطقة ستنشطر إلى نصفين ما قبل انقضاء المهلة وما بعدها فهل ستأوي قطر إلى جبل التعنت ضنا منها بأنه سيعصمها من الماء